السلام عليكم ازايكم في الفيديو ده هنتعرف على تفاصيل صفقة نيمار لنادي الهلال السعودي وموعد تقديم نيمار وارقام نيمار الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان هنعرف كل التفاصيل في الفيديو ده تابع معايا للنهاية ولكن في البداية انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي مهم جدا جدا ونرجع لموضوعنا مرة تانية نجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي باريس سان جيرمان مستني خود تجربة جديدة بعد الانطمام لنادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وكشفت صحيفة الرياضية السعودية ان النادي الهلال السعودي تعاقد رسميا مع اللاعب نيمار لمدة موسمين جاي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قبل ما ندخل على تفاصيل الصفقة من ناحية المادية خلينا الاول نشوف ارقام نيمار الموسم اللي فات شارك نيمار مع باريس سان جيرمان في الموسم اللي فات في 28 مباراة في جميع المسابقات سجل 16 هدف وصنع 16 هدف وده قبل ما يتعرض للاصابة في فبراير 2023 ولا انهت موسمه مع الفريق وقتها طيب امتى معا التقديم نيمار نيمار هيتوجه للمملكة العربية السعودية بعد اتمام اجراءات توقيع على العقل عشان يعمل الكشف الطبي والاعلان رسميا عن الصفقة نيمار هيعمل الكشف الطبي في باريس تمهيدا لتوقيع عقوده مع النادي السعودي وبعدين نادي الهلال هيقدم صفقة نيمار يوم الاربع الموافق 16-8-2023 وهيكون حدث ضخم في الرياض طيب ماذا عن تفاصيل صفقة نيمار نيمار هيحصل خلال الموسمين مع نادي الهلال السعودي 160 مليون يورو انما تتكلف الصفقة لنادي باريس سان جرمان بأكتر من 80 مليون يورو وبالمناسبة نيمار كان قريب من العودة البرشلونة على سبيل الاعارة لمدة سنة قبل ما يغير وجهته ويقترب من نادي الهلال اتمنى ان الفيديو كن عايب حضراتكم وفي النهاية لو عجبك الفيديو ادعمنا باللايك ولو لسا ما اشتركتش في القناة انا بدعوك بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان الفيديو اللي جاي حيكون فيديو مهم جدا جدا وشكرا لجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة